موسيقى نشرة الظاهرة في موعدها الرمضاني الرابع والنصف وهذه أبرز العنوين بمناسبة عيد الفتر رئاسة الحكومة تعلن تعطيل الإدارات والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل الجمعة المقبل إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء وفد من العلماء المشاركين في الدروس الحسنية الرمضانية في زيارة لوكالة بيتمال القدس الشريف تعرف على المجهودات المبدولة نصرة للمقدسيين والقضية الفلسطينية الأرساد تحذر من موجة حر تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 34 و39 درجة في العديد من المناطق حتى المدن الساحلية منها وحسين عبد يوضح أكثر في الظهيرة بعدما كانت معقدة وبمضاعفات صحية طويلة أصبحت جراحة العظامي أسهل اليوم بفضل تقنية جديدة يستعمل فيها المندار الجراحية لأول مرة تستخدم في تنجا ومن تنجا ضيفنا البروفيسور منصف في السائل أهلا بكم أعلنت رئاسة الحكومة اليوم أنه بمناسبة عيد الفطر ستعطل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الجمعة 12 أبريل إذا صادفت فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل نادية أحتى تعود إلى تفاصيل المجلس الحكومي عطلة استثنائية للمغاربة بمناسبة عيد الفطر المبارك الحكومة تقرر تعطيل العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الجمعة 12 أبريل وذلك إن صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل وبناء عليه سيتم تمديد عدد أيام عطلة عيد الفطر لثلاثة أيام بخصوص العطلة يوم الجمعة هو يوم عطلة إن شاء الله بناء على القرار الذي اتخذه السيد رئيس الحكومة وبناء عليه سيتم تعطيل العمل بالإدارات وبالجماعات الترابية يوم الجمعة وفي أول رد رسمي للحكومة عن سعر غاز البطان أكد النطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاز خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة أنه لا زيادة في ثمن غاز البطان حاليا في الوقت الراهن الآن لا زيادة في أسعار الغاز ومنين غادي يكون قرار ذي الزيادة غادي نعلن عليه بناء على القنوات التي أنا كنتكلم على دابة الآن ومنين يكون قرار سوف يتم إخباركم به هذا هو تدول مجلس الحكومة والصدق على عدد من مشاريع النصوص القانونية منها ما يتعلق بالمواد المعدة لتغذية الحيوانات والثاني يتعلق بمجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي ومشروع مرسوم آخر يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظف إدارة السجون وإعادة الإدماج قام وفد من العلماء المشاركين في الدروس الحسنية الرمضانية بزيارة لوكالة بيت مال القدس الشريف زيارة تعرف خلالها على المجهودات المبدولة من ترافي وكالة بيت مال القدس نصرة للمقدسيين والعمليات الإنسانية الموجهة لأهل القدس المحتلة والتي تميزت هذا العام بعملية كبرى استفاد منها فلسطيني شمال غزة جاد أبردان أسام غرمي من الرباط بين ترانيم الحروف يتطلعون لرسائل التضامن والتعاطف المغربية في هذا المعرض الجماعي علماء الأمة المشاركون في الدروس الحسنية عن كتب يتعرفون على مجهودات وكالة بيت مال القدس الشريف سمعنا إلى التوضيح للعانات التي تقدم إخوانا في فلسطين وهذا يدل على شيء يدل على اللخوة الإيمانية التي يتمتع بها الشعب المغربي في مثل هذه الأزمات التي يعانيها الإخوة في فلسطين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم القافلة المغربية التي ذهبت إلى غزة عن طريق القدس عن طريق البر هذه مشاعر قوية جدا نحو إخوانهم المسلمين لأول مرة نرى مثل هذه القافلة تنطلق من المغرب متجهة إلى غزة التزام وكالة بيت مال القدس تجاه المقدسيين ثابت ومستدام يتخذ مناحي مختلفة من مساعدات طبية وتأهيل وبنيات وتأطير أطفال وغيرها من سبل الوصال تخذت وجه مساعدة إنسانية في الشهر الفضيل تم توزيع في القدس 2200 حصة غذائية لفائدة 2200 عائلة مستفيدة ثم نستمر في توزيع الحصة الغذائية اليومية لفائدة 1000 مستفيد موزعين على دور الإيواء ومراكز الاستشفاء والتكايا والزوايا وبعض المناطق خارج الجدار ثم تجهيز خلية اليقظة والطوارئ الصحية في مستشفى الهلال في شهر رمضان عملها يتوجه لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بتقديم المساعدات العينية وبتقديم الوجبات اليومية للمحتاجين في مدينة القدس فشكرا لبيت مال القدس وشكرا لجلالة الملك الذي أيضا في هذا الشهر الكريم بتوجيهات منه المساعدات وصلت وبرا إلى شمال قطاع غزة وفد العلماء المشاركين في الدروس الحسنية استمع بالمناسبة لعروض حول حصيلة العملية الإنسانية الكبرى التي أمر بها جلالة الملك محمدون السادس رئيس لجنة القدس الموجهة للفلسطينيين في القدس وغزة الجريحة ومن الرباط أكد فرانك غيستار وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي والفرانكوفونية بفرنسا أكد أن المغرب يعتبر الشريك التجاري الأول لفرنسا في القارة الإفريقية ضيف رباط في لقائه اليوم مع نظيره المغربي رياد مزور تترق معا لسبل تسهيل العمريات التجارية بين ريباطي وباريس محمد بوبكر هدى شديد صفحة جديدة بين فرنسا والمغرب تكتب لتجديد الشاركة الاقتصادية بين البلدين رياد مزور وزير التجارة والصناعة يستكشف مع نظيره الفرنسي فرص دعم التعاون في مجالة التجارة والاستثمار فرنسا هي الشريك التجاري الثاني للمغرب في إطار شركة تجارية متوازنة بحيث أنه منذ سنة 2017 كان فائد لفائدة المغرب بالنسبة للتبادل التجارية بحيث أن المغرب يستطر أكثر إلى فرنسا من ما يستورد من فرنسا من المنتوجات في جو من التعاون والحوار تم على طاولة النقاش استعراض جودة العلاقات التجارية القائمة بين المغرب وفرنسا كما تم الوقف عند الإمكانات التنموية للبلدين في قطاعات جديدة ذات الاهتمام المشتركة إنها لحظة خاصة لإعادة إطلاق وتجديد شاركة نبع المغرب سنقوم معنا بإنشاء العديد من المشاريع الصناعية وأخرى تتعلق بالطاقة والطاقة المتجددة لمواجهة تحديات التي نتقسمها فيما يتعلق بإزالة الكربون من اقتصادنا وسنعمل كذلك في مجالة التحول الطقي والرقمي ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية حقق حجم التبادل التجاري بين المغرب وفرنسا رقما قياسيا تاريخيا خلال العام الماضي حيث وصلت قيمة هذه المبادلات إلى أكثر من 14 مليار يورو بنمو بلغ 5% خلال نفس الفترة مهنئا بعث جلالة الملك محمد السادس ببرقية إلى رئيس السنغالي باسيروفايا بمناسبة العيد الوطني لبلادها ضمنها جلالته بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع الرباط وذكار وقد أعرب جلالته في برقية التهنئة عن مدى تقدير جلالته لأواصل الأقوى العريقة والمتجدرة والتي تربط الشعبين وكذا علاقات الصداقة التقليدية والمتميزة التي تجمع البلدين خارج المغرب إلى أزيد من 33 ألف فلسطيني ارتفعت حصيلة شهداء القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي وواشنطن تدخل على خط مقتلية عمال الإغاثة الإنسانية جيهان دبلالي بعد ثلاثة أيام من مقتل مستخدم الإغاثة الأجانب في غارات إسرائيلي في قطاع غزة من المرتقب أن يجري رئيس الأمريكي جون بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيام ناتنياهو مكالمة هاتفية اليوم بخصوص مقتل العاملين السبع في منظمة المطبخ المركزي العالمي الاثنين الماضي وكان بايدن قد عبر عن غضبه الشديد وحزنه إزاء هذه الغارة معتبرا أن إسرائيل لم تقم بما يكفي لحماية المتطوعين الذين يأتون لمساعدة السكان المدنيين في غزة الحادث زاد من حدة التوثر في العلاقات بين واشنطن وحليفتها خصوصا أن هذه المنظمة تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا وتقدم الإمدادات لسكان غزة الذين يعانون من الجوع وكان وزير الدفاع الأمريكي قد أعرب خلال اتصال هاتفي أجره مع نظيره الإسرائيلي أعرب عن قلقه لمقتل العاملين في مجال الإنساني وفق البونتاجون وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة اتخاذ تدابير فورية وملموسة لحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين الفلسطينيين في غزة خصوصا في شمال القطاع مؤكدا أن مقتل موظفي الإغاثة عزز المخاوف بشأن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح 364 شخصا من وعاض وواعدات ومشافعين هم أعضاء اللجنة العلمية التي شكلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتأطير الجالية المغربية بالخارج طيلة شهر رمضان في العديد من البلدان الأوروبية والنموذج من هولندا مسجد سيدنا إبراهيم بمدينة أتريخت يشهد إقبالا كبيرا من الجالية المغربية بهولندا خلال أيام شهر رمضان الجالية المغربية تحظى بتأطير من طرف البعثة العلمية التي تشكلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نشكر الدولة المغربية نشكر جلالة الملك ووزارة الأوقاف جزاهم الله بخير صردونا الداعي والمقرن نشكرهم بزف بارك الله فيكم الحمد لله مع الدراري ديالنا كيجيوا معنا كيشوفوا الهوية والثقفة مغربية هنا في المسجد الحمد لله جيت هنا إن شاء الله تعالى كنصليب النسطة رويح فالمسجد الحمد لله ممتري عن آخره والناس كيصحبوا الوليدات ديالهم والأزواج ديالهم الحمد لله تسهر لجنة العلمية المشكلة من وعاض وواعظات ومشفعين على توحيد صفوف الجالية المغربية وتمثين أواصر العلاقة بين أفرادها خصوصا خلال شهر رمضان الأبرك من الأمور التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورة لكي تخفف من وطأة هذا البعد على أرض الوطن أنها ترسل كل سنة بعثة علمية مكونة من مقرئين يقومون بصلاة التراويح ومكونة كذلك من مؤطرين ومنوعات رحنا بعد اللقاء بهذا المبادرة الملكية لإصال الدعاة والمقرئون الجالية المغربية تشبثوا بالهاوية الوطنية المغربية بقليون الحمد لله كذيروا التراويح كيكونوا يعاونوا الإمام أو لوحدهم ثم المؤطرون المرشيدون الدروس وهذه يعني عادة كانت هنا في هولندا وفي جميع الدول الأوروبية وتتألف البعثة العلمية المكلفة بتأطير الجالية المغربية بالخارج خلال شهر رمضان من 364 مكلفا يتوزعون بناء على اتفاق مبرمين بين وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية والسفارات وقنصليات المملكة بالديار الأوروبية شهد مطار مراكش المنارة الدولي انطلاق الرحلات الداخلية المنخفضة التكلفة من وإلى مدن مختلفة المدة مثلا بين وجدة ومراكش لا تتجاوز جوا ساعة وربع ساعة بعدما كان المسافرون يقطعون هذه المسافة على متن الحافلات في 12 ساعة نتابع روبرتاج لحسن هبان أدنان صيلا الساعة الحادي عشر ليلا أولى الرحلات منخفضة التكلفة القادمة من مدينة وجدة إلى مطار المنارة الدولي بمراكش ساعة ونصف مدة الرحلة بدل 12 ساعة عبر الحافلة أو القطار في السنوات الماضية زيت الصباح زينا بروكسل ونبروكسل لحسن يزينا عطاني كمراكش عند الفامي وزعما الصرح مندكسي وزعما الصرح على الأتمينة مناسبة والحمد لله فاش قتني جيغا في كالو لفتان وكن دي تل 12 ساعة عشر دسوية ولكن ده برها ساعة ساعة وشي حاجة فاش وصلنا هنا يا الوجده للمراكش والحمد لله رحلة ده زوينة مبتازة يعني مع الحمد لله قلنا نجيه ونتكرفسه بالزافة في الدار البيضة عاد باش مشيه المراكش فارك الحمد لله الله ينصر سيدنا وستشمل رحلاته وطيران منخفض التكلفة عدة مدن مغربية كأقادير والراشدية والصويرة وفاس ومراكش وورززات وجدا طنجات طوان ما سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنقل الجوي الداخلية لدي بلاس مومن وجدا حتى المراكش مثلا في الكار كنجيه في 12 ساعة وكتكون بزاف ديال العراقيل بنسبة للطيارة كساعة وربع حاجة اللي يمزيانة وزيد عليه حتى التامان التامان را موناسب الصراحة بيرفكت والله خصصا أنا كنمشي مثلا كنصافر بزافة على حساب الخدمة وكنجي نشوف الدار خدام في جهة وجدا صراحة لحاجة مزيانة من ناحية الوقت عشيش حلق تخيل مثلا كنخرج نفس الوقيتة الوحدة مثلا وكتصل تلغد لي مع الحظة هذا بكتصل مع الحظة إذا نقصلك بزاف بالنسبة للتامان تتامان صراحة لي مزيان رحلات داخلية أخرى منخفضت التكلفة ستربط تسعة وجهات وطنية ابتداء من صيف هذه السنة صيف مبكر موجة حر في العديد من المناطق ببلادنا مدرية الأرساد الجوية تتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين أربع وثلاثين وتسع وثلاثين درجة وهذا الارتفاع في درجات الحرارة يشمل مدنا ساحلية أيضا إلى جانب المدن الداخلية أما المدن الجنوبية فدرجة الحرارة تقترب من الأربعين درجة نفصل أكثر في موجة الحر مع حسين يعبد عن الأرساد الجوية حسين يعبد أهلا بك أهلا بك أهلا بك بعد نهاية أسبوع الماضية كانت على وقت تساقطات مطرية مهمة عرفة العديد من المناطق ببلادنا نهاية أسبوع يتوقع أن تكون ساخنة هذا الأسبوع ما هي المناطق المشمولة بالارتفاع الواضح في درجات الحرارة؟ فعلا فابتداء من اليوم يعني نتيجة لصعود كتل هوائية وهي حارة وجافة قادمة من السحراء الكبرى نحو جنوب وسط وشمال البلاد فدرجة الحرارة ستشهد ارتفاع ملموس بمعدل 5 حتى 8 درجات فوق المعدل خاصة يوم غادلنا الجمعة بحولنا وكذلك يوم السبت بالمناطق الداخلية يعزى هذا الارتفاع إلى تمركز منخفة جوي شمالا في عرض المحيط الأطلسيغ غرب أوروبا والذي يعمل بالتوازن مع مرتفع متمركز بالبحر المتوسط على صعود دياله الكتل لتجعل درجة الحرارة مرتفعة ستأرجح بين 33 حتى 30 درجة خصوصا في أقالي من الجنوبية المناطق الوسطى للبلاد بما فيها سوس سهلتادلال حوز الرحمنا تنسيف وكذلك المناطق الداخلية لشمال البلاد حتى درجة الحرارة ستستعرف ارتفاع يوم غادين بحول الله كذلك في المناطق الساحلية حيث ستكون بين 30 إلى 36 درجة في هذه المناطق وبنسبة لهذه الفترة الرابعية فهي غالبا ما تتميز بتقالوبة جوية ثالثا تكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة وتالثا يكون انخفاض في درجة الحرارة على العموم فسيستمر هذا التقص الحر إلى غاية يوم الأحد بحول الله وابتداء يوم الأحد هناك انخفاض خصوصا بالمناطق الشمالية لبلاد وتدريجي كذلك في بداية أسبوع سترجع درجة الحرارة إلى معدلتها الموسمية شكرا لكم حسين يعابد عن مديرية الأرساد الجوية والتساقطات هي إذن موجة حر سبقتها تساقطات مطرية مهمة عرفتها العديد من المناطق ببلادنا كما قلت نهاية الأسبوع الماضي رفعت من رصيد السدود اليوم نسبة الملئية تدنو من 32% والتساقطات المطرية الأخيرة طبعا كان لها الوقع الإيجابي وإن كان هذا الوقع نسبيا ومحدودا على واردات السدود بحوض أم الربيعة لا تتجاوز نسبة الملئي 7.13% تساقطات المطرية كان لها الوقع الإيجابي على الأراضي الزراعية تحديدا والصورة من بني ملال مع كعب سمطان على مساحة 14 هكتارا بضوح بني ملال اختار مستغلها الاستثمار في مادة البصل منتوج يرتبط كثيرا بالأحوال الجوية ويخضع لقانون العرض والطلب فكيف كان تأثير التساقطات الأخيرة؟ عونتنا شوية على الفلاحة ورغم ذلك على حسابة البصلة وخأترات الشتشوية على البصلة على حسابة الدرماد اللي طاح فيها وكان عونوا هذا بالدواء هكتار طيح علينا احنا بـ 30 الف درهم و40 الف درهم 215 مليمترا هو المعدل الطراكمي للأمطار الأخيرة تقول المديرية الإقليمية للفلاحة والتي أشرفت على تنفيذ برنامج دعم للحد من غلاء بعض المواد الأولية بدعم بعض الأسمية الأزوتية وبعض المغروسات كالبطاطس والبصل اللي كتكون عندنا سنويا واحد المساحة هذه الاستثمارة هكتار هاد السنة ان شاء الله نظرا لهذا الدعم هذا كان تضرب بشهد المساحة ان شاء الله غضي الضعف والحمد لله الأمطار الأخيرة اللي عرفها الإقليم غاد يعاون ان شاء الله باش نوصل واحد الانتاجية ديال 60 حتى 80 طن في الهكتار إجمالا يحسي إقليم بني ملال أكثر من 160 ألف هكتار صالح للزراعة وأكثر من 27 ألف استغلالية فلاحية في الخبر الصحي للظاهرة وكما أسلفت الذكرى في العنوين بعدما كانت معقدة وبمضاعفات صحية طويلة خاصة على مستوى مدة التعافي أصبحت اليوم جراحة العظام أسهل من ذلك بفضل تقنية جديدة يستعمل فيها المنظار الجراحي تستخدم لأول مرة في تنجا وعلى المستوى الوطني في جراحة الكتف تضمن نسبة نجاح عالية وسرعة في التعافي بعد الخضوع للتدخل الجراحي صدق بن زينة فاضي سعدوني من تنجا يعاني هذا الشاب من عدم استقرار عظمة الكتف بعد تعرضه لحادث أثناء ممارسته للرياضة وبعد تشخيص حالته كان لابد من خضوعه لعملية جراحية في البداية كان مترددا لكن حين اقترح عليه طبيبه في جراحة العظام تقنية جديدة بمضاعفات خفيفة باستعمال المنظار الجراحي وافق على إجراء العملية أما تليزك زاما أخر لي عندي لا بغوم تقطع لهم الداخل واقترحوا لي قد ندير العملية في الأول قالوا لي العملية ستكون بالفتح أنا ترددت واحد شوية بحيث من قد يفتحوا الكتف هذه إلى آخرة حتى أطلقت بالدكتور منصف اقترح لي عملية بتقنية جديدة التي هي منذار وارتحت صراحة هذه التقنية هذه وجيت اليومين شاء الله قد نعمل هذه العملية هذه عملية بالمنظار الجراحي ولأول مرة في المغرب يتقنها الدكتور منصف بن سعيدة أخي الصائف في جراحة العظام والمفاصل وهي تقنية جديدة تستعمل المنظار الجراحي المتميز بدقة تفصيله وشدة وضوح صوره لتوفره على أفضل أنواع المدخمات الضوئية القوية التي تجعل المنطقة العظمية والعضلية واضحة للتدخل الجراحي الدقيق هذه العملية الأول مرة ستعمل ستعمل بالمنذار ستدوز بطريقة سهلة عن المريض لأنه لا يوجد جراحة بالحلان للكتف سنجعلها بطريقة ميني انفازيف بالحلان للكتف سيكون لديه واحد لأن المريض لا يجيش الحريق ويخرج بزرقة من المصحة لأنه يبدأ ترويده هي إذن الانطلاق في تعميم اعتماد تقنية المنظار الجراحي في جراحة العظام والمفاصل خصوصا مفاصل الكتف والركبة والكاحل وهي جراحة طفيفة التواخل بشق جراحي صغير تتيح للمريض التعافي بسرعة بعد إجراء العملية وينضم إلينا من تنجل أستاذ منصف بن سعيدة أخي الصائي في جراحة العظام والمفاصل أهلا بكم أستاذ منصف إذن استعمال المنظار الجراحية في الجراحة في المغرب ليست تقنية جديدة لكن ربما الجديد هو إدراج المنظار الجراحي في جراحة العظام والمفاصل كاتسماني شكرا كنت سمعك مرحبا بكم على بروفاسور إذن استعمال من دار الجراحي مش تقنية جديدة في المغرب لكن ربما استخدام المنظار الجراحي في جراحة العظام والمفاصل هو الجديد اليوم في المغرب نعم مدام سنع استعمال من دار يمشي طريقة جديدة في الجراحة بصفة عما ولكن التطور الذي تعمل من جهة تكنولوجيا يمكننا أن نعمل هذه الجراحات بطريقة جديدة ولكن هناك فكتور مهم هو المؤشر للتعلم من هذه التقنيات هذه المؤشر هي تقنية جديدة في المنظار هي تقنية جديدة في الجراحة لكي تعملوا لك بزاف والجراحة مرحلة بمرحلة تقدروا يدبطوا جديدة تقنيات الجراحية في الجديدة من دار لكي تقنية لتلك المنظار لكي تكون مزيزة لكي تقنية جديدة لكي تعملوا لتكنولوجيا وكان هذا المؤشر للتعلم الذي هو مهم جد بزاف العالم كابلين الحالة التي كانت أمامنا الشاب الذي خضع لعملية جراحية ماذا عن نسبة نجاح هذا التدخل الجراحي كيف مرت هذه العملية كانت كلمة لأول تدخل جراحي من هذا النوع في مدينة الطنج الشاب شفنا هذا الصباح خرج البارح من المصحة دوزلي لمزيان ما جاش الألم شفنا هذا الصباح وبدأت تطربة ديالوات الصباح نسبة نجاح معروفة هي سيونتيفيك علمية المشروح من 85% حتى 90% ديال النجاح ديال التحسن ديال عدم استقرار الكتف في ديال حالة ديال هذيك الشاب بلأن من كنجمعوه الليقامو والأوتار ديالو اللي قدم الكتف بتكنة المندار هذا سائب ديال مع علمية 85% حتى 90% من ديال نجاح ديال هاد هاد تقنية هاد تكنيك بالمنذار إذن هاد التقنية بالمنذار الجراحي هي كما تقولون دكتور أو بروفيسور بنسبة نجاح عالية السؤال الذي يطرح ماذا عن تكلفة هذا التدخل الجراحي بمأننا كنت تكلموا على تقنية جديدة متطورة ومضاعفات محدودة وخفيفة جدا ماذا عن التكلفة تكنيك بالمنذار الجراحي تكنيك بالمنذار الجراحي بمتاليزاسيونس بقيفة اللي قدروا يرجعوا التغطية ولكن اللي أخصي نفهمه وأن هاد الجراحات ما قد تتعملوا عن المريض هاد المريض درا غير رجع لخدمة دياله بالزربة هاد المريض غير قدر يرجع ما جاوبتينيش بروفيسور للتكلفة ورجع الشغل دياله دوك التكلف بروفيسور لا أحد يجادف أنها تقنية جديدة متطورة ومضاعفات خفيفة ولكن ما جاوبتينيش على السؤال دياله ماذا عن التكلفة هل هي نسبيا مضاعفة بما باهدة لأنه لا تؤمن ماشي جميع لزاسورانس كتأمن هذا التدخل مالك من المشاهد تكلفة كبيرة ونظر باقي أتحبط مع كثيرة ممارسة هذه الجراحات التي تجد أخرج ونظر أنهم مالك من يمكن التدخل في هذه الجراحة تستعملون يستعملون ويستعملون 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 بشكل تدخل كثير كثير شكرا شكرا لكم مونصف بن سيدة أخي السائي في جراحة العظام والمفاصل كنتم معنا مباشرة من مدينة تنجا بمشاركة عشرين طفلا وطفلة مصابقة لتجويد القرآن الكريم بالراشدية تهدف بالأساس إلى تشجيع الأجيال الصاعدة على حفظ كتاب الله حسن سكوري والمتابعة معك سعيد أجنق مصابقة قرآنية هدفها الأولى العناية والاهتمام بالقرآن الكريم حفظا وترتيلا أطفال إقليم الراشدية التأموا في أمسية دينية دابت على تنظيمها إحدى الجمعيات خلال كل شهر رمضان المبارك شارك في المهرجان القرآني الذي نظمته الجمعية القرآنية التي تشجعنا لحفظ القرآن وتجويده وقراءته في هذا الشهر الفضل الكريم عشرون طفلا وطفل شاركوا في هذه المسابقة القرآنية والتي تأتي لتشجيعهم على الاعتناء بكتاب الله عز وجل حفظا تجويدا وتدبرا نتمنى من هذه المسابقة إن شاء الله أن يكون القرآن الكريم هو خير أنس لهذه النشئة قراءة وحفظا وجويدا ونرجو إن شاء الله أن تصبح هذه المسابقة وطنية ولمالة دولية في الحقيقة أنا جد بسرور بهذه الفئة المشاركة فئة الفتيات الأطفال اليافعين يندل هذا على الشيء فإنما يدلوا على أن القرآن الكريم روح تسري أمسية دينية تخللتها مجموعة من الأنشطة حيث يظهر على تفاصيلها أفراد المجتمع المدني خلال كل شهر رمضان المبارك وذلك قصد صرصيخ القيم النبيلة لدى الأجيال الناشئة والختم من دكار أمسية دينية رمضانية أحيطها المجموعة الرسمية للطريقة القادرية البوتشيشية في المسرح الكبير للعاصمة السينغالية سمية الدهين آخر التداريب للفرقة القادرية البوتشيشية قبل السعود إلى خشبة المسرح الكبير في العاصمة السينغالية دكار لإحياء ليلة رمضانية هدفها التقرب من الله وإحياء روابط التآذر مع الشعب السينغالي السينغال تجمعنا معها العديد والكثير من المسائل المشتركة وعننا علاقة تاريخية ضاربة في أعماق التاريخ على جميع المستويات خصوصا الجانب الروحي تتجاوز الموسيقى الصوفية تحديد الحدود اللغوية والثقافية إذ أنها تتحدث إلى الروح مباشرة ولهذه اللغة العالمية القدرة على إثارة المشاعر إذ تحرر المستمع من العالم الأرضي فينعتق منه ليحيى في علاقة اتصال مع العالم العلوي فارح جداً وللشرف أن أكون معكم في هذه الليلة حضرنا صهرة روحية والدينية للعائلة القادرية الفاضلة الموجودة في كل مكان في غرب إفريقيا فالسماع الصوفي عبارة عن سفر في النفس البشرية يهدف تطهيرها وترسيخ محبة الله فهو يساهم في بث القيم الروحية مهذبة للسلوك في زمن تتنامى فيه لغة العنف حول العالم رياض النور جولة انطلقت من دكار بعدها ستشمل مدن مغربية تليها جولة حول مدن عالمية وفي الختام نذكر من بين أبرز ما شاء في نشرتنا الإخبارية بمناسبة عيد الفتر رئاسة الحكومة تعلن تعطيل الإدارات والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل الجمع المقبل إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعة وفد من العلماء المشاركين في الدروس الحسنية رمضانية في زيارة لوكالة بيت ماري القسي الشريف تعرف على المجهودات المبذولة نسرة للمقدسيين والقضية الفلسطينية أمدرية الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر في بلادنا تستمر إلى يوم السبت تراوح فيها درجات الحرارة ما بين أربع وثلاثين 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 درجة مئوية في العديد من المناطق حتى المدن الساحلية منها بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية الشكر على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر